شكل الحكومة المقبلة في العراق شخوصا وبرنامجا بل وحتى سياسة لا يحدده العراقيون بل يعنى الكثيرون وعلى رأسهم إيران وأمريكا بالحكومة في بغداد إلا العراقيون أنفسهم صحيفة الشرق الأوسط كشفت أن تشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان أمر خرج من يد الكتل الفائزة بالانتخابات إلى يد المتحكمين الفعليين كقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني والمبعوث الأمريكي للعراق بريت مكورغ ويواصل هذان الاثنان اجتماعاتهم الحثيثة مع الفرقاء السياسيين لجمعهم بكتلة واحدة ترغيبا أو ترهيبا ويمشي في هذا السياق خطان لا غير الأول يتمثل بكتلتي سائرون والنصر والثاني باعتلاف الفتح ودولة القانون وإذ يسعى الأول لولاية ثانية لحيدر لعبادي مدعوما من واشنطن بحسب الصحيفة فإن صراعا محموما يشك على البدء بعد إعلان كتلة سائرون والنصر والحكمة وإتلاف إياد علاوي تشكيلهم نواة الكتلة الأكبر واقترابهم من إعلانها بينما تتسارع بشكل مواز خطأ تلاف الفتح بزعامة هاد العامري لعادة ترتيب جبهة وكلاء إيران للخروج بالكتلة الأكبر المشكلة للحكومة مصادر صحفية قالت إن إيران تدفع باتجاه شقاق داخل ائتلاف العبادي بالضغط على كتلة عطاء بزعامة فالح الفياض وكتلة حزب الفضيلة للانسحاب من الائتلاف والانضمام لكتلة الفتح وهو ما ترجم بقول الفياض إن كتلته غير ملتزمة بالدخول مع ائتلاف النصر بتحالفات محدودة يترافق هذا مع اجتماعات للمالكي مع كتلة المحور الوطني والأحزاب الكردية وإذ يكرر شركاء العملية السياسية مرارا أن الحكومة المقبلة ستكون عابرة للطائفية وغير خاضعة للمحاصصة فإن الوقائع على الأرض تقول إن المحاصصة الطائفية ما تزال قائمة لكن صراع هذه المرة انتقل للكتلة والحزب الواحد ومنصب رئاسة الحكومة لا يبدو أنه سيخرج من حزب الدعوة الحاكم على مدى 15 آمن وهي إحدى تجليات ديمقراطية العراق الجديدة